في رحاب الحرم عند بيت الكرم موكب من ضياء لنبي الأمم سيرة قد سمت في قرون خلت تملأ الكون نورا فالضياء سجم من عظيم السيارة قد نقلنا الخبار واقتفين الأثر في رحاب الحرم في رحاب الحرم لنبي الأمم لنبي الأمم الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد كان نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن جاء إلى المدينة وهو صلى الله عليه وسلم لا يدري كيف يجمع الناس للصلاة كان الناس يتحينون أوقات الصلاة فيجتمعون لها لكنه مهموم صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة اجتمع يوما بجمع من أصحابه فعرض عليهم هذه القضية فأبدأ كل راية من الصحابة من قال يا رسول الله نأخذ الناقوس فقال عليه الصلاة والسلام إنه من عمل النصارى فقام رجل فقال نأخذ الشبور وهو البوق القمع الذي كان يستخدمه اليهود فقال إنه من عمل اليهود قال الرجل يا رسول الله ننصب راية فإذا رآها الناس اجتمعوا عليها وقال آخر بالصوت وقال آخر نجمع الناس بأن نمر عليهم وأن نناديهم يأمر عليهم منادي من الناس كل تلك الآراء والأفكار لم ترق لرسول الله صلى الله عليه وسلم انفض الجمع وذهب كل إلى رحله وكان من القوم رجل اسمه عبد الله بن زيت عاد إلى رحله مهموما كيف يحقق هذه الغاية لنبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة ونام بهمه في قلبه وفي المنام يأتي الفرج من الله عز وجل رأى رؤيا في المنام رأى أنه ينظر إلى رجل عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس فيقول له في المنام أتبيعني هذا الناقوس؟ قال لا وما تريد به؟ قال أريد أن أجمع الناس به إلى الصلاة قال ألا أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ قال وما هو أفضل؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر وذكر له الأذان أصبح رضي الله عنه ومن فوره ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الفرج جاء من رب الفرج سبحانه وتعالى ثم قال له لقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا فقام بلال رضي الله عنه يؤذن الله أكبر الله أكبر بصوت ندي شجي يأخذ بتلابيب القلوب وإذا بعمر رضي الله عنه يخرج من بيته مسرعا قد سمع الصوت فقال يا رسول الله والله لقد رأيت هذا في منامي فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم تواطأت وهكذا جاء هذا الأذان الآن ما من مؤذن يؤذن في شرق الأرض وغربها إلا وسورة طبق الأصل لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وما من لحظة تمر بهذه الأرض إلا وفيها من يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فالأرض تدور وبدورانها تتعاقب الأزمان فكل لحظة تمر في هذه الدنيا هناك من يردد الله أكبر كان هذا الأذان ابتداء في رمضان ذاك الصدق والإخلاص الذي كان في قلب عبد الله بن زيد رضي الله عنه أعقبه هذا الخير العظيم وصدق الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين النية الصادقة في الحقيقة هي تجارة العلماء فلا يزال الرجل عاملا ما دام ناويا وإن العبد لا يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله ولذلك كان بعض السلف يقول إني لأرجو أن يكون لي في كل شيء نية وهذا والله من توفيق الله سبحانه وتعالى بنياتنا الصادقة ندرك الأجور والثواب من الله عز وجل فالله يعلم ما في القلوب وما يدور في الصدور يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي كبشة الأنصاري إنما الدنيا لأربعة نفر عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا كفلان لعملت كما عمل فهو ونيته يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعلم أن لله فيه حقا ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يعطه الله مالا ولا علما فهو بنيته يقول لو أن لي كفلان لعملت كما عمل قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء بنية ذلك العبد الصالح أدرك الأجر من الله تبارك وتعالى وبهذه النية الفاسدة والعزيمة على المعصية نال ذلك الإثم ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما من حديث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة ومن همّ بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل له عشر حسنات إلى سبعين ضعفا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ورجل همّ بمعصية بسيئة أراد سوءا همّ بخطيئة عزم عن يرتكب ذنبا قال وعبد همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة حسنة كاملة ومن همّ بسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا يدور في صدورنا ولذلك العبد الصادق ينوي نية حسنة في قوله وفعله وحركاته وسكناته بل إن بعض سلف الأمة يقول إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي بنياتنا الصادقة مع الله عز وجل نؤجر ونثاب وبالنية الفاسدة والعزيمة على المعصية ربما نعاقب أما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن القاتل والمقتول في النار فقالوا يا رسول الله ذاك القاتل فكيف يكون المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فمن هم بسيئة وعزم عليها وأراد أن يفعلها ولكن حيل بينه وبينها فإنه يعاقب على نيته لكنه لو تركها لله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى فإن الله سيعطيه بنيته ولو لم يعمل سيعطيه سبحانه وتعالى من الحسنات والأجر والثواب ما لا حد له ولا عد إذن نياتنا خفايا ما يدور في صدورنا لا يعلمه إلا الله عز وجل ملائكة الله عز وجل يكتبون الأقوال والأفعال لكنهم لا يعلمون ماذا في الصدور من يدري بها من يعلمها إنه الله عز وجل وسيخرجها متى في يوم القيامة يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور إن المسلم يقف بجوار أخيه المسلم في صلاة واحدة خلف إمام واحد في مسجد واحد في فريضة واحدة وبينهما في الأجر والثواب كما بين السماء والأرض بماذا هذا؟ بما وقر في قلب هذا من حب الله والصدق مع الله والرجاء لما عند الله عز وجل وبما وقر في قلب هذا من الغفلة والسهو واللهو إذن نفسك ميدانك الأول ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين وارزقنا فأنت خير الرازقين واغفر لنا فأنت خير الغافرين وانصرنا فأنت خير الناصرين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا رب سواك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا في رحاب الحرم في رحاب الحرم عند بيت الكرم عند بيت الكرم موكب من ضياء لنبي الأمم لنبي الأمم سيرة قد سمت في قرون خلت سيرة قد سمت في قرون خلت تملأ الكون نورا فضياء سجم من عظيم السيارة قد نقلنا الخبار واقتفينا الأثر في رحاب الحرم في رحاب الحرم لنبي الأمم لنبي الأمم